كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاقلي استفادة اكيد جيدة كابتن احمد فتر التوقف بنسبة لبطولة الدور العام يعني ابرز النهاردة الاستفادات من وجهة نظرك مشاركة كبيرة كمان لكافة اللعبين النار لا طبعا يعني اي مباراود دي بيبقى فيها يعني اهداف كتير يمكن احنا بعد رجوعنا من تونس كان فيه ناس موجودين معنا هناك مشاركوش في مباريات كانوا بعيد عن المبارات شوية كان فيه مجموعة هنا اللي مش مخوضة افريقيا كان موجود بتتمرر هنا مع كابتن طارق طبعا داخلين على مطشين في الدوري قبل مبارات العودة مع النجم السحيلي فيهمنا جاهزية كل الناس عندنا مجموعة في المنتخب كبيرة كل الناس الموجودة هنا حابين نتطمن عليهم وعلى جاهزيتهم للمباراة واستعدتهم لمبارات الدوري ثم مبارات النجم فكان مهم جدا نعمل مباراود دي عشان نشوف حالة الناس الحمد لله يعني يمكن الناس شاركة معظم الناس كل الناس الموجودين بلا استثناء شاركوا في المباراة كل واحد خد يعني حسب رؤية الجهاز الفني شوية من المباراة سواء بدأ أو بنزل بعد كده الحمد لله يعني اعتقدوا فيها عجلهم بشكل كويس قدوا بشكل كويس استفادنا المباراة يعني استفادة كبيرة الحمد لله ما اكسب كويس وده لا يعنينا في تقييمنا للفرقة فرقة افسي ماس فرقة محترمة وفرقة مع مدرب قدير ولكن الحمد لله استفادنا من المباراة بنجهز العيب وبص على العيبة النهاردة بنحرز اهداف كتير العيبة كتير بتاخد سيقة باحرازها للأهداف وده كمهم لنا يعني طبعا يمكن الاصابات عايزة تطمن عليها سواء لعبة المنتخب والتواصل بينكم بينهم وهنا احمد الشيخ وهشان محمد لكن لو ببدأ بهشان محمد و احمد الشيخ يعني المراحل وصلت ليه فيه ما كابتنا يمكن بالنسبة لهشان فوره عنده كاسر في صبوعه فيمكن ده يعطله شوية و احمد الشيخ عنده التابات في عطل الظاهر ويمكن النهاردة بدأ تدريب في الملعب لسه ما نقدرش نقول بالزبط ممكن يكونوا مع الفرق امتى دي هنسيبها طبعا الايام الجاية والطبيب الفريق بالنسبة لعبدالله و هو طبعا هو موجود مع جهز المتخب و ان شاء الله لما يرجع يكون معنا ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة ان شاء الله عشور برضو عزيزة تطمن عليها عشور ماشي ازاي هناك بالتواصل معا ازاي طبعا عشور كويس فيش حاجة و ربنا وفقهم في المباراة انا طبعا احنا عرفنا النهاردة في الاتغانة و في اغاندا تعادلوا ففرصة كبيرة طبعا لمنتخب مصر بكرة ان شاء الله يعني كلنا وراهم وكلنا بنشجحهم بكرة يكسبوا اي مكسب بيوصلون كاسعالم فرحة ان شاء الله تكون كبيرة بكرة ان شاء الله مصر كلها تفرح وتحتفل بكرة بمنتخبها بوصوله لكاسعالم بعد يعني اكتر من خمسة وعشرين حسنا حلم بقالنا اثنين بنحلم و ان شاء الله بكرة بجازي الفن الموجود واللعب الموجودة وكل الناس في مصر ورا منتخبها عشان يوصل كاسعالم ان شاء الله وبكرة يعني متأكدين ان شاء الله هم يفرحونا ووصلوا لكاسعالم ونحتفل مع كل الناس بصعود منتخب مصر كاسعالم لان ده يعني هيبنتعاشة للكرة المصرية انك تلعب في كاسعالم عندنا دلوقات اللعب محترفة في الدورة الانجليزي وجودنا في كاس العالم يدي انطباعة يعني اكثر ايجابية يبقى فيه عين على اللعب المصرية اكتر بعد الانطباعات الجيدة والممتازة اللي سابها لعبتنا المحترفين دلوقات في الدورة الانجليزي اعتقد وصولنا كاسعالم بكرة ان شاء الله يعني بتوفيق ربنا موجود الناس كلها هيبنتعاشة للكرة المصرية السنيني جاءة ان شاء الله عشان ما تقولش عليك يمكن هم عندنا الانتحاد والرجاء والنجم السحالي لكن اكيد يعني جمهور النادقلال بيهم مباراة النجم احنا عارفين احنا نقضيناها مرحلة مرحلة وبنفصل طبعا لكن مباراة النجم اهميتها من وجهة نظرك حضور متكسف ان شاء الله يكون في استاد برج العرب بالنسبة ليه فريقنا دلاء لا طبعا يعني المباراة مش مهمة مهمة جدا انها مباراة قبل نهاية ان شاء الله تعدي توصل نهاية فرقيا والباليق فيه حسابات تنية مختلفة ولكن المهم بس يبقى فيه تركيز في المباراة الجاية مباراة النجم ممكن احنا اتغلبنا المباراة الاولى في سوسة ولكن عندنا فرصة كبيرة ان احنا نكسب ونصعد الدور النهائي وان شاء الله نحق البطولة السنية وفرح جماهيرنا ودور الجماهير مهم جدا زي احنا اتكلمنا قبل كده اقولنا احنا كل المباراة اللي بنلعبها برا عند الفرق زات الطبع الجماهيري بيبقى علينا ضغوط كبيرة جدا سواء الجهاز سواء اللعيبة الجمهير بتساعد فرقها عوزين المرجعين نحس ان كمان احنا جماهيرنا وجود الجماهير والعدد الكبير من الجمهير دا يمسل ضغط على الفرق اللي بتلعبنا لان الفرقة احنا بتسافر يعني فيه ضغط علينا الفرقة بتيجي هنا وفيش ضغط عليها خالص لان عدد الجمهير بيبقى محدود الستاد كبير شفت استاد سوسة يعني الجمهير الجمهير تكاد تكون قعدة في الملعب يعني انت حتى وقت حسام اللعيبة مش سمع صوتنا من من صوت الجمهير وزعي الجمهير يعني رسالة اتمنى الستاد يكون مليان اتمنى من الناس المسؤولة ان شاء الله بعد ان شاء الله فرحتنا بكرة من دخل مصر ويبقى فيه ظهور كويس للجمهير انه يعني يبقى فيه يعني مساحا الستاد كمان يتميلف في الموراة الاهل ان احنا محتاجينه محتاجين دا يساعد فرقتنا ويبقى عامل ضغط كمان على فرقة الفرق التونس ان شاء الله فانا اتمنى العدد الكبير يكون موجود الناس تسمح بزيادة العدد ان شاء الله وفي المورا ان شاء الله شكرا كل شكر والتأدير طبعا لكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهل تصرحات اكيد مهمة زي ما اسمعنا من كابتن احمد يعني استفادات كبيرة من ببراط اليوم النادي الاهل